الطريق إلى هذه المنطقة الحدودية محفوفة بالمخاطر الكثيرة لكن هناك من اختار أن يسلكها ليس بحثا عن مصدر الرزق فقط وإنما لإثبات أن إرادة الفلسطينيين أقوى ممن يقبع خلف تلك الحدود على بعد مئات الأمتار من هذا الجدار الذي يتحصن خلفه جنود الاحتلال تمضي الفتاة الغزاوية السمر البيع يومها تعمل في مزرعة النحل التي أنشأتها رغم تدميرها ثلاث مرات أدت إحداها إلى استشهاد والدها قبل 13 عاما بحييني أني أعيد ذكرة أبوي في المكان أني أعيد تجديد لإله في المكان المنحل بعدما تجرف وطبعا صار عبارة عن غرماد أنا أعيدت تأهيله وأحيات المكان وخاصة إنها الأرض حدودية يعني إحنا اليهود عاملين المنطقة هاي ممر لإلهب من وسط الموت دبت الحياة هنا بفضل أكثر من خمسين خلية نحلة لا تدخر سمر جهدا في الاعتناء بها فعلى خطى والدها الشهيد تسير اليوم لتقتحم مجالا كان لفترة طويلة حكرا على الرجال وتثبت أن عزيمتها أقوى من ظروف غزة الصعبة المجتمع عندي معارض على فكرة أنه نحل أنها مهنة للرجال كيف ستشتغل بها فأنا حكيت يعني أنا عندي ما أهمني أي خلام عندي إصرار أني أنا حقق الهدف الأمامي بعمل لي دخل محدود صح نوعا ما بس إشي بهون عن الوضع اللي إحنا عايشين فيه في قطاع غزة ورغم ما تمثله مزرعة النحل من مشروع اقتصادي ذي جدوى بالنسبة إلى سمر عائلتها هي تؤكد أن ترسيخ وجودها في هذه المنطقة الحدودية هو رسالتها الأسمع على هذا الشهد يطغى يوما ما على حياتهم التي أحالها الاحتلال إلى علقام أحمد شلدان غزة الميادين